كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ما الفرق بين شهاب وقبس وجذوة من النار في القصص والقبس في طاها طبعا الشهاب هو شعل من النار صادعة الشهاب شعل من النار صادعة القبس أي شيء يأخذ من النار سواء كان جذوة أم شهاب قبس تقبسه تأخذه هذا القبس ما يأخذ من النار ما يأخذ أي تأخذ هو قبس من النار تأخذ الجذوة هي الجمرة بغض النظر عن الحجم مثلا هي الجمرة ينقل بشهاب قبس عود فيه نار بلا لهب هذا الجذوة جذوة جمرة عود فيه نار بلا لهب هذا الجذوة إذا صار فيه لهب رح يصير شهاب الشهاب نار فيها لهب شعله نعم شعله شعله كما شعلا مثلا في الأولمبياد شعلا الموجودة فوق المقيمة أي شيء من النار شعله هو شهاب الجذوة لا بلا لهب الجمرة القبس ما تقبسه من النار سواء كان شهاب أم جذوة بشهاب قبس شهاب تأخذه من النار يعني قطعة مشتعلة من النار نعم تشعلها كذا تأخذ تأتي ويعود مثلا على النار على الشهاب فيلتهب تأخذها صار شهاب قبس آه يعني إذا أخذنا منها عودا مثلا كان ملتهبا يكون شهاب قبس وإذا لم يكن ملتهبا جذوة يكون جذوة أو جمرة تقبسه أو قبس أو قبس هو القبس عام القبس عام القبس عام للجذوة وللشهاب ما تقبسه ما تأخذه من النار سواء كان يعني القبس عبارة عن شهاب وجذوة كل ممكن يتضمن يتضمن ممكن هذا وممكن ذاك كل هذا قبس طيب إذا الفرق إذا كان ملتهب مشتعل فهو شهاب وإذا لم يكن جذوة أو جمرة هذا الفرق طب مرة يقول في سيدنا موسى بالفعل شهاب قبس ومرة يقول جذوة من النار وهو ماذا أخذ خاصة في ظل هذا الفرق الدلال لأن هذا فيه اجتعال وهذا ليس فيه اجتعال لأنه عندما قال قبس قال سآتيكم منها بشهاب قبس أو جذوة سآتيكم سآتيكم منها بقبس ذاك قال لعلي آتيكم لا سآتيكم قطع لعلي يعني احتمال يعني شو قال سآتيكم منها بالنمل سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس سآتيكم تحديد قطع طيب لا في القصص لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي ما متأكد وهو الإنسان أحيانا هو يقول هذا ويقول ذاك يقول سآتي اليوم لعلي أستطيع يجوز أنا الآن مساء عندي سفرة إلى مكان قريب نعم سآتيكم مساء هذا اليوم لعلي أستطيع إذا أنت مرة قطعت ومرة هات مقاكدة يعني أنت قلت الاثنين صح أول مرة قلت سآتيكم قطعت سآتي بقال لعلي أستطيع لعلي أستطيع ذلك لعلي أاتيكم قال سآتيكم بشهاب لعلي أستطيع الجذوة ففي مكان القوة لأن في النمل كان قوي وليس فيها خوف في القصص هي قصص الملؤة بالخوف من أولها إلى آخرها سليم قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي سآتيكم وقال الثنين سآتيكم لعلي آتيكم نعم ففي موطن ذكرنا في كل موطن ما يناسب هل هذا يؤثر على الذي يأتي به يعني مرة حتى لو قال شهاب قبس ففيه فيه التهاب وجذوها ليس فيها التهاب ماذا يستطيع هو أن يفعل لا شيء هو يعني السيارة كيفس ماذا يستطيع أن يفعل هكذا نفهم الآياتين هو سيارها ولم يزن بأنه سيأتي بهذا أو ذلك هو يذهب وينظر ولذلك وقال في طه أصلا ماذا قال قال لعلي آتيكم منها بقبس لا قال شهاب ولا جذوة صح هو هذا العام والقبس إنه قد يكون شهاب قد يكون جذوة صحيح يعني أتى بالثلاثة بالثلاثة هو قبس تجمحني الثنين لم يتناقض المسألة القبس هو عام طب هو يعني استطراج جنيبي إذا أذنت لنا سيد هو في واقع الأمر ماذا قال وقال للثنين مثل ما نقول الآن مثل سأأتيكم هذا اليوم لعلي أستطيع سأأتيكم بشهاب لعلي أستطيع فإنها صح فيها بجذوة له ماذا قال لأهلي لما أرهم كثيرا يعني سأأتوكم بقبس أم سأأتوكم بشهاب أم سأأتوكم بجذوة قال للثنين قال للثنين كلها قالها لكن واحدة على القطع وحدة على الاحتمال سأرجع هذا اليوم سأرجع لا لا سأرجع سأرجع وبتقول هكذا أنت صحيح ويرد وها نفس الشيء أنا سأتيكم لعلي أستطيع آتيكم بجذوى لا الشهاب يعني راح يكون الظرف هو الذي سيحكمه سيحكمه وقال الثنين قال سأتيكم كذا لعلي أتيكم يعني لا يظننا الظن أن هذا فيه تضارب كيف تضارب أو أن كلامه تغير لا لا هذا واقع الحياة أحيانا نذكر الأمرين واحد بالقطع واحد بالاحتمال نعم هذا حصب نعم بارك الله فيك سيك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب